من القاهرة ينضم إلينا الكاتب والبحث السياسي السيداني عمار عواض أهلا وسهلا بك أستاذ عمار دائما معنا على سكاينيوز عربية يعني اليوم المخاوف من أن تمتد هذه الاشتباكات إلى مناطق أخرى هو كان الخوف منذ بدء هذه الاشتباكات في إبريل الأنماضي وبالتالي كيف يمكن العمل سريعا على عدم توسع هذه الاشتباكات خاصة وأنه كنا تابعنا منذ يومين لقاءات سياسية كان يؤمل منها بخارطة طريق أن تنعكس على الميدان نعم هناك مسارين أو طريقين طريق الحل السياسي والتفاوت والذي فيه وجهين وجه في مدينة جدة ما زال متوقف وجه في أديسة بابا أيضا لم يحرق ساكن كان يفترض أن تكون الاجتماعات يوم 25 في هذا الشهر لكن يبدو أنها تم تعجيلها حتى منتصف سبتمبر وربما آخر سبتمبر في نفس الوقت كما تفضلت الحرب تتوسع بشكل كبير بعوامل ذاتية تدبع للحرب نفسها مكانزمات الحرب وعوامل خارجية وعوامل تتعلق بضحف العملية السياسية العوامل الذاتية أن هناك أغاليم مثل عندما نتحدث عن جنوب كردفان الغايد عبدالعزيز آدم الحلو هو حتى الآن لم يعلن أنه يغف إلى جانب أحد الأطراف لكنه دخل الصراع لأنه يريد أن يفحس لشعبه أو لغليمه أو ربما يكون متحيزا لفئة غير معلوم لكنه هو موجود على الأرض في دارفور أيضا هناك إشكالية أن الصراع بعد أن كان على أشده في منطقة غربي كدارفور الجنينة وغيره ثم الزالينجي وسط دارفور الآن نتحدث عن مدينة الفاشر مكانزم الصراع أيضا هناك يمكن أن يشعل هذه المنطقة نسبة لأن حركات الموقعة على سلام جوبا التي يدبع لها حاكم الإغليم من أركم الناوي هناك أيضا في الفاشر يوجد الطاهر حجر عضو مجلس سيادة رئيس المجلس الانتقالي لحركات التحرير غيرهم من الغادة الذين هم مساءلين أمام جماهيرهم بحيث أنهم يجب أن يهموهم وفي نفس الوقت هم يبحثون عن نفوز أو مستقبل كل هذه المكانزمات ستساعد في للأسف طبعا للأسف الشديد ستساعد في أن تشتعل هذه الحرب وفي الأفق ما ظل يتردد أن سرجة سودان هل يمكن التدخل بأي طريقة أكتاز عمار لمنع هذا الانتشار ربما اليوم المصار السياسي لا ينعكس بعد على ما يجري من اجتباكات ولكن هل ربما مع توسعها يمكن أن يتم تدارك الموقف سريعا نعم يمكن تدارك الموقف إذا كانت النوايا إذا كان من القادة للجماعات المسلحة التي تتغاتل أو الجماعات السياسية إذا صلحت النوايا في أن السودان يمكن أن يبنى ويؤسس من جديد بمشاركة الجميع وذلك يحتاج إلى ضوء أخضر ودعم من المجتمع الدولي والإغليمي ليجلس السودانيين المقاربة التي للأسف تتم في أديسة بابا إذا كان في الاتفاق الإطاري تم استخطاب جزء من الحزب الاتحادي الديموقراطي بقيادة السيد محمد عثمان المرغني وغاد ذلك إلى انشقاق هذا الحزب الآن نشهد أيضا نفس الطريقة تتم لانشقاق في داخل حركة العدل والمساواة السودانية إحدى الحركات الموقعة هذا المنهج الذي يعتمد على إيجاد صور لتحالفات راسخة ولا يستوعب الجميع أيضا سيقود إلى أزمات التأسيس هو أن تجلس كل القوى السياسية ونحن نؤمل كثيرا على الزيارة التي أيضا يقوم بها السيد محمد بن زايد الشيخ الإمارات إلى أديسة بابا أديسة بابا عنصر فاعل في العملية السياسية الإمارات لديها مصالح كثيرة في السودان ذلك يتطلب أن يكون هناك رؤية جديدة هذه الرؤية تستوعب جميع الأطراف السودانية حتى لا تحدث حرب مرة أخرى حتى لا يتأخر اتفاق مجمع عليه حتى يستفيد الناس من المصالح الموجودة على إذا كانت في شكل مواني أو إذا كانت في شكل أراضي ذراعية أو غيره ذلك يتطلب أن تكون هناك حكومة متفق عليها ولكن في ظروف الحرب ودعم أطراف دون الأخرى ذلك لن يقود إلى سلام لن يقود إلى استغرار شكرا جزيلا لك على المشاركة من القاهرة الكاتب والبحث السياسي سوداني عمار عوض شكرا جزيلا لك